الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد في لقاء متجدد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الجمعة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء نواصل قراءة الأحاديث التي ابتدأناها فيما مضى بل يتفضل القال بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اخفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل يدور في نسائه وإن كان ليتعذر في مرضه ويقول أين أنا اليوم أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة واستبطاء ليوم عائشة حتى مات عندها فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها قالت عائشة رضي الله عنها فلما كان يوم الذي يدور علي فيه في بيتي سكان فتوفي في بيتي وفي نوبتي وقبضه الله ورأسه بين سحري ونحري ومات بين حاقنتي وذاقنتي ودفن في بيتي وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سوا كرتب يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبده بصرة فعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فاشتد عليه وضعوا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فلينته بأمره فأخذت سواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم مضغته ثم سننت به فعطيته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستنى به وهو مستاند إلى صدري فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استنى استنانا قد أحسن منه مناولنيها وكان بين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به ما وجهه ويقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات فما عد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إسبعيه ثم قال في الرافيق الأعلى ثلاثا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة وإنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشية عليه وكانت إحدانة أعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم جعل يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني في الرافيق الأعلى فأخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير وقلت إذا لا يختارنا معرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو الصحيح فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرافيق الأعلى حتى قبض ومالت يده ثم قضى فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يدور بين نسائه فيه أن صاحب الزوجات عليه أن يخصص لكل زوجة من زوجاته ما يخصها من الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل زوجة ليلة ثم يدور بين نسائه في هذه الليالي وفي الحديث جوازوا أن يطلب المرء من زوجته أن تحلله وأن تأذن له في أن يترك المبيت عندها سواء ليبيت عند زوجة أخرى أو ليترك المبيت عند زوجاته وفي هذا الحديث استعمال المعاريض فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بطلب الإذن له في ترك المبيت عندهن ولذا كان يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا ونحو ذلك وفي هذا بيان أن المعاريض من الكلام والمجاز يستعمل في لغة العرب ويفهم منه وفي الحديث فضل عائشة رضي الله عنها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث استحباب أن تكون كل زوجة من زوجات الرجل في بيت يخصها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن المرأة إذا أذنت لزوجها في ترك المبيت عندها فإما أن يكون إذنها خاصاً فتقول وهبت ليلتي لفلانة كما فعلت سودة فكان يبيت عند عائشة قبل ذلك ليلتين ليلتين ليلة عائشة وليلة سودة وهكذا إذا قمنا بالإذن له إذناً مطلقاً كما في هذا الحديث والمعنى في هذا الباب ليس من أجل الميل مع إحدى نساء أو الجور وإنما كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يخفف على نفسه بترك الانتقال من بيت إلى بيت وقد جاءه ما جاءه من المرض الذي يجعله ثقيلاً عن التنقل وفي الحديث ذكر مرض النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن البشر يمرضون ويموتون وفيه دلالة على بشرية المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو بشر كما قال تعالى إنما أنا بشر يوحى إليه فامتاز بنزول الوحي عليه وبالتالي لا يجوز أن يعطى شيئاً من خصائص الرب جل وعلا فلا يجوز أن يدعى من دون الله عز وجل ولا يجوز أن يدعى أنه يتصرف في الكون ولا يجوز أن يقال بأنه يعلم الغيب بل رسول الله صلى الله عليه وسلم له المكانة السامية بين عباد الله ولكن لا يعطى شيئاً من خصائص الولوهية التي تكون لله جل وعلا ومن هنا فإننا نحبه صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا وأهلينا وأبائنا وأمهاتنا ونقدم طاعته صلى الله عليه وسلم على رغبات أنفسنا وأهوائنا ونصدقه في أخباره صلى الله عليه وسلم ونسير على طريقته وسنته التي كان يسير عليها صلى الله عليه وسلم وفي الحديث بيانوا أن الرجل إذا استاذن نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له جاز له البقاء وجاز له أن يبقى في من استأذن نساءه في أن يبقى عندها وفي الحديث فضل عائشة رضي الله عنها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله لها من عناية برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان هذا الحديث مما يدل على مكانتها ولذا يعلم بطلان قول أولئك الزائغين الذين يتكلمون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأن مقالاتهم الفاسدة فيها لا مكان لها ولا منزلة كيف وقد برأها الله جل وعلا مما يقولون كيف وقد خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته التي فضلها على غيرها كيف وقد خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمرض عندها ولذا مات في بيت عائشة رضي الله عنها وقبر في بيتها والحجرة النبوية هي بيت عائشة رضي الله عنها تقول عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي يعني في الليلة المخصصة لعائشة وليس في ليلات الزوجات الأخريات وإن كن قد تنازلن بليلاتهن وقبضه الله ورأسه بين سحري يعني صدري ونحري يعني رقبتي ومات بين حاقنتي وهي العظام التي تكون في أسفل الباطن وذاقنتي وهو العظم الذي يكون في أسفل الوجه ودفن في بيت عائشة وتقول وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا يعني من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول يوم من الآخرة ثم ساقت الحديث في ذلك قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو أخو عائشة رضي الله عنهم عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة قد أسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها وفيه جواز استناد الرجل على زوجته لتعينه على الجلوس قالت ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به أي يتسوك به رضي الله عنه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبده بصرة يعني أنه بدأ ينظر إلى عبد الرحمن ويركز النظر عليه كأنه صعب عليه الكلام فكان يريد أن يكون له اتباع أو عمل بالسنة باستعمال هذا السواك وفي هذا معرفة مراد الآخرين بما يكون من أحوالهم قالت وعرفت أنه يحب السواك وفي هذا فضل السواك وفضل استعماله فقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لك تستأذنه في ذلك وأشار برأسه النعم وفيه أخذ الأحكام والدلالات من الإشارات وأن الإشارة تقوم مقام الكلام فقلت لعبد الرحمن أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فيه جواز أن يطلب الإنسان مالا لغيره متى علم أنه يستبشر بذلك ويفرح بمثل هذا الطلب قالت فأعطى عبد الرحمن عائشة السواك فأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جديداً وفيه يبوسة فحينئذ لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستاك به لشدته وغلظه فوضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته عائشة وقامت بتليينه بجسع مال هذا السواك ووضع شيء من ريكها فيه فقالت فأخذت السواك فقصمته يعني بأسنانها لتليينه في لفظ فقضمته ونفظته وطيبته ثم مضغته ثم قامت باستعمال السواك له ثم سننته به فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به أي استعمل السواك وفيه جواز أن يستعمل الإنسان سواك غيره ولو كان ذلك الغير قد استعمله خصوصاً إذا كان ذلك بين الأزواج وتقول عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استناناً قط أحسن منه وفيه بيان أن استعمال السواك على درجات وأنه ليس على حال واحد وأن بعض طرائق استعمال السواك أفضل وأحسن من غيرها قال ثم ناولنيها يعني أرجع السواك إليها قالت وكان بين يديه ركوة فيها ماء والركوة مثابة الصندوق أو العلبة لفيها ماء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في ذلك الماء فيمسح بالماء أو يمسح بيديه وجهه وفي ذلك بيانه شيء من أحوال سكرات الموت وأنه لا يسلم منها أحد إذ لو سلم منها أحد لسلم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات وفيه مشروعية يقول الإنسان شهادة التوحيد لا إله إلا الله في سكرات الموت وفي سياق الموت وأنه يحسن أن يكرر ذلك تقول فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعيه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا بمعنى أنه أخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والبقاء فيها وبين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى وفي الحديث بيان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سياق الموت ولذا يحسن بالإنسان أن يعود نفسه على الاكثار من دعاء الله جل وعلا وفي هذا جواز أن يتمنى الإنسان الموت وهو في مرض الموت إذا كان يريد بذلك علوى الدرجة عند الله عز وجل وأن يأمن من أن يغير في حياته وأن يفتن فيها تقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة يرى مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت وإنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة يقول فلما اشتكى يعني مريض وحضره القبض يعني كان في سياق الموت ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه أي أغمية وفي هذا بيان أن الإغماء يكون على الأنبياء وقد استدل الحنابلة بهذا اللفظ على أن الإغماء يلحق بالنوم في الأحكام والعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال فالحنابلة يقولون الإغماء يلحق بالنوم والمالكية والشافعية يقولون الإغماء يلحق بالجنون والحنفية يقولون إن كان الإغماء يوما فأقل ألحق بالنوم وإن كان أكثر من يوم ألحق بالجنون ولعل قول الحنفية في هذا أقرب الأقوال لأن النوم لم يعهد أن يتجاوز مقدارا اليوم ويترتب عليها أن من أغمي عليه المدد الطويلة هل يؤمر بقضاء الصلوات والصيام الذي مر عليه في أثناء الإغماء فالحنابلة يقولون يقضي والمالكية والشافعية يقولون لا يقضي والحنفية يقولون إن كان إغماءه يوما فأقل قضى صلاته وصيامه وإن كان إغماءه أكثر من ذلك لم يقضي وفي الحديث جواز أن يعوّذ الإنسان غيره فيطلب من الله أن يحميه من السوء ولذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعوّذنه إذا مرضى صلى الله عليه وسلم وفي هذا استحباب قيام الزوجة في خدمة زوجها ومشروعية ذلك قالت عائشة فذهبت أعوّذه أي أقرأ عليه المعوّذات والأذكار والأدعية التي فيها طلبوا حمايته فتقول فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي الذي قد غمره شخص بصره أي بأن بصره امتد وأصبح ينظر إلى جهة الأعلى نحو سقف البيت ثم يجعل يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني في الرفيق الأعلى وفي هذا تأكيد لما ذكرته من كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله في كل أوقاته وأن وقت سياق الموت من أعظم المواطن التي يحسن بالإنسان أن يكثر من الدعاء فيها وفي هذا الحديث مشروعية تكرار الدعاء بالمغفرة وبالرحمة وخصوصا في هذا السياق العظيم تقول واشتدل الإمام الشافعي بهذه اللفظة على أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه كما ورد ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فأخذته بحة شديدة أي إن حلقه جاء فيه الصوت الذي يشابه صوت الكحة قالت فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وهم الذين وهم الذين صدقوا ما جاء به الأنبياء وآيقنوا به وأكثر أهل العلم على أن هذه اللفظة يراد بها العلماء والربانيين الذين يدعون الناس إلى التوحيد وإلى تصديق ما جاء في الكتاب والسنة والشهداء وهم المجاهدون الذين قتلوا في سبيل الله والصالحين أي الذين أقدموا على فعل الواجبات وترك المحرمات وكان منهم إقدام على المستحبات وترك للمكروهات تقول عائشة فعلمت أنه خير يعني بين الدنيا وبين الآخرة وقلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى وفي هذا بيان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن من قال لا إله إلا الله في سياق الموت ثم تكلم بكلام آخر لا ينافي كلمة التوحيد فإن حكمها باق في حقه تقول حتى قبض ومالت يده ثم قضى فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان قول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفيد تكراره ومداومته على ذلك وقوله يقرأ في الجمعة يعني في يوم الجمعة في صلاة الفجر سورة السجدة وسورة الإنسان وفي هذا استحباب وفي هذا استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة وفيه أن السنة بقراءة السورة كاملة لا بقراءة بعضها ولا بتفريق سورة السجدة بين الركعتين ولعل المعنى في هذا أن سورة السجدة فيها ذكر بداية الخلق وخلق الإنسان وما وهبه الله من الجوارح وما عطاه من الخير في الدنيا وذكر قبض الأرواح وفيها أيضا ذكر مصير أهل الجنة ومصير أهل النار وفيها التذكير بأحوال الأمم الماضية وبأنباء من سبق وفيها أيضا من الفوائد أن الصبر واليقين من أعظم الأسباب لنيل الإمامة في الدين وفي السورة أيضا التذكير بقصص الأمم السابقة وما لحقهم من العذاب في الدنيا ليكون عبرة وعظة وفيها التذكير بقدرة الله جل وعلا في الكون حيث يسوق الماء فيقلب به الأرض من موات إلى حية بالنبات وهكذا سورة الإنسان فيها تذكير للإنسان في أول خلقه وأنه لم يكن شيئا مذكورا وفيها التذكير بأن الإنسان قد جعل الله أمامه سبيل الهدى وسبيل الضلالة وبيان مصيري أهل النار بآية واحدة ليبينا قلة الاهتمام بهم وبيان مصيري الأبرار أهل الجنان بآيات متعددة متكررة من أجل أن يبينا عظم مكانتهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا ثم ذكر بفضله على الناس بإنزال القرآن وبما ينال به الإنسان رفعتها الدرجة من ذكر الله وصلاة الليل ونحو ذلك من الأعمال الصالحة حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بهجواثا يعني قرية من البحرين في هذا الحديث استحباب تخصيص الجمعة في مسجد يختص به وقد كانوا في الزمان الأول لا يقيمون الجمعة في المدينة إلا في مقام واحد في مسجد واحد ولكن لما تطاولت المدن وتكاثر الناس فيها أجاز الفقهاء أن يصلى في البلد أكثر من صلاة جمعة وهجاز أن تقام الجمعة في أكثر من موطن من مواطن البلد وأما إذا كان البلد صغير فجماهر أهل العلم يمنعون من تعدد الجمعة فيها وذلك لأن من مقصود الشرع أن يجتمع الناس وأن يكونوا على شأن واحد وتعدد الجمعة يفرق الناس وفي الحديث ذكروا مشروعية الجمعة في المدن والقرى التي يتوفر بها مسلمون وفي الحديث فضيلة ومكانة قبيلة عبد القيس الذين بادروا إلى الإسلام فكانوا من أوائل من دخل في دين الله فكانت الجمعة الثانية بعد جمعة المدينة عندهم في مدينة جواثا قرية من البحرين ولفظة البحرين كانت تطلق فيما سبق على ما يسمى الآن المنطقة الشرقية من هذه البلاد المملكة العربية السعودية وكان يقال للجزيرة التي تسمى البحرين الآن دارين لكن انتقل اسم البحرين إلى هذه الجزيرة حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم الذي على الناس راع عليهم ومسؤول عن رعيته والراجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيزي زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قوله هنا كلكم راع أي كل واحد من أفراد الناس مطلوب منه العناية بما أوكل الله إليه مما هو تحت يده فالرعاية بمعنى الاعتناء بالشيء قال وكلكم مسؤول عن رعيته أي سيقف يوم القيامة فيسأل عما أوكل إليه من أمور يعتني بها فيسأل هل رعيتها وهل اعتنيت بها على الوجه المشروع أو لا قوله فالإمام الأعظم فيه مشروعية تنصيب إمام على الأمة يسوسها ويرعى شؤونها ويقوم بتتبع أحوالها وقد أوجب الله عز وجل له سمعا وطاعة فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفي هذا الحديث وجوب إحاطة الرعية بالعناية التامة والسعي لاستعمال ما يصلح أحوال الناس معهم وفيه أن كل ما يحدث بين أحوال الرعية يسأل عنه صاحب الإمامة وفي الحديث أيضا أن الرجل عليه العناية بأهل بيته يسوسهم ويرعى أحوالهم ويوجههم إلى ما ينفعهم ويتفقدهم في صلاتهم وصيامهم وسائر طاعاتهم وأن عليه أن يربيهم التربية التي تليق بهم وفي هذا إثبات ولاية الأب على أبنائه وولاية الأب تشمل خمسة أمور ولاية العناية والتربية كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالقوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة وقوله وامر أهلك بالصلاة واستبر عليها والثاني ولاية الصحة والطب والثالث ولاية المال والرابع ولاية النكاح والخامس ولاية الدم وفي الحديث إثبات رعاية المرأة لبيت زوجها وأن عليها واجب العناية ببيت الزوجية وعليها واجب انتجاه ولد الزوج وقوله وولده يفهم منه أن أولاد الزوج تسأل المرأة عنهم سواء كانوا من أولادها أو كانوا من أولاد غيرها إذا أوكل إليها العناية بهم لموت أمهم أو لمفارقتها لأبنائها وفي الحديث بيان مسؤولية الخادم تجاه بيت سيده ومال سيده وأنه يجب عليه أن يرعى ما يكون لسيده من مال ومن سكن ومن حرمة وفي هذا الحديث إثبات السؤال يوم القيامة عن كل أحوال العبد في الدنيا فإنه ما من أحد إلا سيوقف بين يدي الله فيساله الله جل وعلا عن جميع مع أعماله في الدنيا وعن الولايات التي أوكل فيها وفي هذا الحديث بيانه أن الخادم والمرأة لا يتصرفان بشيء من أموال الرجل إلا بإذنه وفي هذا الحديث أيضا أن للرقيق مكان وتصرف وأنه لا يجوز التطاول عليهم أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا وأن يعينهم على طاعته وعلى الأعمال الصالحة التي ترضيه كما سأله جل وعلا أن يرغد لهم في عيشهم وأن يصلح أحوالهم وأن يجمع كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن لا يمكن عدوهم الشيطان من أن يدخل فيما بينهم كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة بفضله وإحسانه هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر